اشتركوا في القناة بدوري واهمية البحوث العلمية والتدريب العملي والتطوير الشاملي في جميع مجالات العمل وقام بالتوقيع سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الامن العام رئيس المجلس العلمي للاكاديمية الملكية للشرطة وكل من الدكتور احمد علي الشريان الامين العام للهيئة الوطنية للنفط والغاز والدكتور عبدالعزيز ابر رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الادارة العامة والدكتور فوزي الجودر مدير عام معهد البحرين للتدريب وكد رئيس الامن العام ان مذكرات التفاهم تلك تأتي في سياق الحرص على تعزيز التعاون الاكاديمي مع هذه المؤسسات المتميزة الامر الذي يسهم في العمل على تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال البحوث الاكاديمية والتدريب مشيدا بالدور الذي تطلع به هذه المؤسسات وتهدف مذكرات التفاهم الاربع الى وضع الية للتعاون المشترك بما يخدم اهداف تبادل الخبرات وفقا لأهداف هذه الجهات ومجالات اختصاصاتها حيث سيتم العمل على دراسة واعداد تنفيذ انشطة مشتركة ومحددة لتعزيز اهداف التعاون تشمل الترتيب وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والتعاون بشأن قواعد البيانات والمعلومات لاثراء البحث العلمي وتبادل الزيارات الميدانية وعقد الفعاليات والمؤتمرات المشتركة خصوصا فيما يتعلق بالمجال الامني من جهتهم اعربوا ممثلوا الجهات الموقعة على مذكرات التفاهم انها ستتيح المجال للاستفادة من الخبرات المشتركة مشيدين بالصمعة الطيبة للاكاديمية الملكية للشرطة واسهاماتها في مجالات البحث والتدريب تفضل هذا اليوم سيدي سعادة اللواء طارق حسن من عيسى الحسن بتوقيع اربع مذكرات تفاهم مع كل من الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد للإدارة العامة ومعهد البحرين للتدريب يأتي توقيع هذه الاتفاقيات في ظل التوجيهات المستمرة والدائمة من سيدي معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية للارتقاء بالعنصر البشري وتطوير بهاراته ومما لا شك فيه أن هذه الاتفاقيات ستبثل إضافة نحن دائما نبحث عن التمييز ونبحث عن التخصص الجهات اللي وقعنا معاها اليوم ولله الحمد كلها جهات متميزة وجهات وطنية مرموقة